موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في برنامج حياتي اليوم سنتحدث عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا النفسية والاجتماعية موسيقى أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزء من حياتنا اليومية لدرجة أن غالبية الناس اليوم ما بقواش كتصوروا حياتهم من دون مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك اللي كتصفحوه يوميا وأصبح الأشخاص اللي ما عندهمش الفيسبوك ولا هاد المواقع يعتبرون خارج الحياة الطبيعية اليوم أبغيرنا نعرفوا شنو هي تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا النفسية والاجتماعية ويسعدني أن أستضيف ياسمينة بالحسنة المدير العام لشركة مايا الرقمية وخبيرة في الرقميات أهلا بك شكرا معي كذلك الأستاذ ريدام حسني محلل نفسي مرحبا بك شكرا إذن واش اليومات تحول نفسح الكائنات فيسبوكية؟ هذا واقع الواقع الافتراضي وواقع مادي أيضا لأنه هو واحد تأثير لحظي على ما يقع في المواقع التواصل وعلى القرارات التي يمكن أن تخذ في ما يسمى الحياة المادية الحياة اليومية التي تنعيشها هناك واحد تداخل بين الواقعين واللي في العديد من الأحيان بعض الأفراد بحكم الهشاشة النفسية ديالهم تكون واحد تأثير ديال المواقع التواصل أو العالم الافتراضي على واقعهم المادي بواحد الشكل اللي قبيح شوية وكذلك ياسمين ما ننكروش أن هذه المواقع عندها نقاط إيجابية كثيرة نحن اليوم كان نذهب على الفيسبوك لأنه عنده واحد الانتشار واسع هذا لا يمنع أننا نتحدث عن جميع المواقع التواصل الاجتماعي كان أشياء إيجابية كثيرة ولكن ما ننكروش أنه كان آثار سلبية معلوم كان آثار سلبية السبب هو استعمال هذه المواقع الاجتماعية هذه المواقع الاجتماعية أصلاً كانوا تداروا باش الناس يعودوا تتواصلوا بناتهم وإذا كنت تقلب على شيء حتى شحر دي ما شتيش كتعود جبروا في ذلك شبك الاجتماعية وكيمكن لك تبغتاجي مع صحابك بعض الأشياء غير هو بحالي تقول ذلك الوبجيكتيف دياله اللولاني بحالي وساع وليت حاجة أخرى حاجة كبيرة حاجة لكتفوت ذلك التصور اللي كان عندنا ديال هذا استعمال الحاجة الإيجابية معلوم كان لأن دباولينا كان مشون نقلبوا على الخبر الأخبار ديالنا كان قلبوا عليهم في فيسبوك في تويتر في شبكات اجتماعية كلهم ما بخيناش كاع كن مشون نقلبوا عليها في دي سيت ان بارتكولي لأن دك حتى دك دي سيت كتلقوا لنا هم براسهم كتلقوا لنا في فيلد اكتواريتا ديالنا ديال فيسبوك لك كان إيجابيات غير بحالي قلت هو الاستعمال ودائما كنرجع الاستعمال ديالنا ديال هات الشبكات الاجتماعية والمراقبة ديالنا لأطفالنا والمراهقين ديالنا ونبقوا كذلك في الآثار السلبية شنو كيبلك أهم الآثار السلبية في استعمال هات المواقع هو إلا سمحته أستاذا اللي يمكن اللي يمكن اللي يمكن اللحظوا على أنه هات المواقع التواصل بالخصوص في فيسبوك مثلا كأكبر يهم انتشارا في المغرب على أنه هناك واحد نوع من التوجيه هناك خطاب معين اللي يمكن يوقع عن طريق هذا الفيسبوك هذا واللي يمكن يزرع واحد مثلا إحساس بعدم الأمن مثلا فمجرد على أنه تتعرض واحد الفيديو معين اللي فيه واحد الإشارات معينة أو لا فيه واحد المعلومة لما معناش إمكانيات كمستهلكين للأخبار على أننا نتحق من الصحة ديالها أو اللي فيه واحد الفيديو اللي تتعطي واحد صورة معينة على أنه كانت هناك جريمة غير متضحة المعاليم ولهذا تنشرها بالغرض للتنديد فبهذا تقول لي هذا التنديد هو عنف معين تتمارس على المجتمع بزرع واحد يحساس بعدم الأمن أسبوع من موراه تخرج خبر في الغالب الأحيان من الوزارة الداخلية تتكذب هذا الفيديو وهذاك عادني تتحقق من أنه ورا فيديو ما فبرك أو أن الخبر غير صحيح وبهذا تكون واحد أسبوع داز والناس عايشين في واحد الإحساس بأنه ما كنش الأمن الناس عايشين بأنه راها هذه الجريمة اللي وقعت راها وقعت في المغرب ما عندهمش بحكمة لأنه تمت فبركة الصوت أو فبركة بعض معاليم الصورة لإعطاءها واحد طابع محلي مغربي وهنا تكون الأداء وقع وقع الأداء لتزرع واحد الإحساس بأنه راها ما كنش الأمن في حين على أنه ماشي هو الواقع الحقيقي ولكن المعيش ديال الناس شنو الإحساس اللي تيخلف عن الناس المستهلكين ديال مواقع التواصل على أنه راها ما كنش الأمن وهذا خطأ على أنه ما كنش مؤسسات وهذا أيضا خطأ على أنه هذا الواحد تضمر وواحد الإحساس بالتضمر اللي يصيب المواطن المغربي والمستهلك المغربي والتي يخليه عرضة لهذا الأشياء في هذا الإطار هذا تنظل بأنه هناك مجهودات مؤسساتية أيضا ولكن مجهودات اللي يخصت تكون عند المواطن نفسه على أنه يربي في نفسه وبالخصوص في الصغار وحيد الحسس النقدي اللي يخليه مني يشوف واحد المعلومة مني يشوف واحد الخبر مني يشوف واحد الفيديو يحاول يفكر ويقول واش هاد شي منطقي واش هاد شي معقول شنه الكيفية ديال باش نقدر نتصحح من أنه هذا الخبر راه يقين راه ماشي فبراكة راه ماشي إشاعة راه ماشي ولهذا قدم ما خدمنا على التربية وعلى الحسس النقدي ديالأفراد وديال المجتمع قدم ما غدي سيكون عندنا وحد المناعة ضد هاد الأعثار السلبية ديال مواقع التواصل اللي ممكن لناش نستغناء عنها اليوم وخاك نقولوا يعني تقنيا يعني واش ما نقدروا ش نضبطوا تقنيا هاد المسألة ألا أستاذ محسني معها الحق كيضر على واحد ظاهرة اللي هي مهمة واللي كيضر عليها بزاف حاليا هي الفيك نيوز لاحظوا داروا بعد الزيتود ولاحظوا أن بزاف ديال الأخبار كيكونوا في هاد المواقع الاجتماعية اللي هما خاطئين وهدي مسألة خاطرة علاش بحل يقال سيم حسني كتولي كتس عندك شي أخبار اللي هما مش صحيحين وكتولي عندك واحد سنتيمون دان سيكوريتي وكتولي بزاف ديال الأعراض كي نشون هاد الفيك نيوز علاوك تقنيا جوجل دابا كي دار واحد ديباختمان سبيسيال لهاد المحاربات هاد الفيك نيوز اللي كي تسمو الفيك نيوز سي أخبار خاطئة باش جسما يتسيطروا على هاد الفيك نيوز علاش من ينجات بعدها كاد المسألة وكتش بدو كي عارفوا ان هاد الفيك نيوز ولو بزاف وجاربهم العمل في شبكة الاجتماعية وف انترنت عامة هي ملكة نيوزيركشون جال ترامب مع إلاغي كلينتون ذاك انتخابات الرئاسة جال الاستاذيوني فهذاك اللحظة كان ثمانين في المائة جال أخبار اللي تلقو في ذاك انتخابات كلهم خاطئين علاش ترامب كان يخرج شي أخبار على كلينتون لما عندهم تعلق قد اغوحدة كانوا دبطو أن ذاك شي كان غاك يخرب ولكن ستدخوط ترامب مع إلاغي كلينتون وطاحت في الصنداج على ودك الإشاعة ومشاد فيها ثمانين في المائة غير كتصور أن ثمانين في المائة ديال الأخبار اللي دارو هذيك انتخابات عالمية والعالم كلهم متبعهم ثمانين في المائة ديال الأخبار اللي كانوا في الشبكة الاجتماعية كانوا خاطئين إذن جوجل دارو واحد ديبطو عندهم قالوا إحنا غادي مدون حذي واتش ديالي فيك نيوز وحتى الخاواريزمية ديالهم كاسين كيخدموا عليهم باش يقولوا يحصلوا هالي فيك نيوز فيسبوك باغي ما باغيش فيسبوك يقول إحنا ما نقدوش نضمن لكم أننا ما غادي تكون تش فيك نيوز وهالي فيك نيوز من ماجا قبل كان الأخبار كانوا كيتعطو من طرف من طرف دي جوناليست هما اللي كانوا كيمشو كيبحتو وكيضبطو الخبار وعاد كيجو يتلقو اليوم أو لأي واحد يقدر يصنع خبار وفوالا كل كيين افكتبوا واحد المشكل في صحة الخبر ما بحل يقولنا جوجل وي خدام على ذاك شي الآخرين فيسبوك ما بغيش ما بغيش هات الساعة يقول ما يمكنناش نتحكموا فيهم معنا كيف نديرو ورا عندو كيف يدير هكيقول ما بغيش علاش لأن أولا الحرية دي التعبير اللي هي غاديغ لاتو ديال هاد الشبكات الاجتماعية غاديقسها واحد شوية دونك وان بلوس دابا فيسبوك ما بقاش طالع بحل يكان ولا كيستاغنين في الناس اللي كيدخلونه نكينا أخبار كاليبة كينا خطورة ربما في الإشاعة أو في الأضرار الاجتماعية والنفسية ولكن واش نقدرون نقولون ما نقدرون نعيش بدون هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي اليوم تنظن بأنه الاستغناء على مواقع التواصل هذا طوبوية نوعا ما لأنه اليوم البشرية تتطور وتكنولوجيا مظهر من مظاهر التطور ديال البشرية أكيد على أنه كل ما كان واحد تغيير أو لا حدث جديد كي يخص هذا المجتمع واحد شوية ديال الوقت لتأقلم مع هذه الأدات الجديدة أنا تنعود نأكد على أنه هو أدات الفيسبوك هو أدات تواصل أدات تشاركية لتتربط ما بين أشخاص وما بين المؤسسات هنا الخطأ ممكن يوقع النسيان ممكن يوقع ولكن هنا في هذه النقطة تكون هناك نية معينة على أن لتوجيه الرأي العام أو المستعملي في فيسبوك في توزيه معين هنا تتخضع أيضا القانون نوعا ما هنا تندخل في إطار الجريمة لأن تتصرح كما قالت أستاذ بالحسن بواحد الفيك نيوز بواحد الخبر لنت تعلم بعدم حدوطه هنا تنطح تحت طائلات القانون هذه جريمة معينة في حين على أن تراكم هذه الأحداث وتردد بعض المنابر التي نسميها طفيلية لأن ظهرت ما بين عشية وضحاها في المشاهد الإعلامي المغربي والذي دارت تخصص معين تخصص الفضيحة تخصص الشوهة والتي تضرب بعرض الحائط مبدأ الحرية الشخصية أو المعلومات الشخصية فتنشف تتصور الناس وتعطي الأسماء والعناوين 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 والتأكد حدوط حدوط حدوطها التي تألم بعدم حدوطها وتضخم من المشهد وقدر ما يسمى سبونسورينج دي الوحد الخبر أو دي الوحد الفيديو تبقى التداول على نطق واسع هنا تنظن بأنه المؤسسات والسلطات لازم على أنها تفرض نوع من الوجود ديها في الإطار الافتراضي وعلى أنها تعقل هذه المنابير وترجعهم لإطار القانون وإطار الممارسات الجيدة الباست براكتيس لأنه الإعلام واللتواصل هناك واحد هناك واحد المسكولية معينة لا عند المؤسسات لا عند شخصيات العمومية التي تهي في بعض الأحيان التي يمكن أن يكون فنانين أو أن يكون الناس يعطون أراء أو ما يهمون على أن واحد شخصية معينة التي تتبعها الآلف للناس والتي تمارس رياضات الركوب على بعض الأحداث التي في الغالي تكون تتسيم بالعنف يعطيه نوع الفرجة والمستهلك ديما تقلب على مسألة إنسانية الإطارة الإطارة الفرجة مسألة إنسانية عند أي إنسان على أن يكون واحد الحس الفرجة التي تنصغ معه بطريقة لا شعورية هناك شخصية عمومية تتركب على أحداث العنف فيديوهات العنف أو معلومات العنف لتزيد تنمي الشعبية لها لتختفي من المشهد وتتزيد تتساهم في النشر واحد تقافة العنف واحد تقافة الإحساس بعدم الأمن واحد تقافة أن المؤسسات مصالحين شوال أن كل شي فاسد وهنا كان مسؤولية معينة لشخصية عمومية أو المؤسسة خصوات راجعة نفسها فيها في انتظار الرقابة من فوق مؤسسات وقانون نبغي أن نبه المدى مصداقية هذه الأخبار التي يتم تدولها على الفيسبوك ويعرفوا أن ركين نسبة الكذيب فالأخ كل واحد يأخذ شوية الديستانس مع ذاك الخبار ويكون عنده شوية الإسبر كريتيك لأن ليس كل شي يجرينا يجرينا نتقف واحد ساعة تشوف حواج تقول لشي بالصح ولا كدوب مني تعرف راس تطرح ذاك السؤال على راسك هي ركين شي حاجة مش حتلتما شو كتدير كده تغوكو بي لزينفورماشون تشوف لزينفورماشون مع الشيح الداخور وشيح تهو كيظن أنه شي صحيح ولا كديب ومني تكون شي خبار كبيرة مثلا كتهم النتاق العمومي غالبا ما كيكون واحد وزارة الداخلية ولا شي انستيتيشون كتجي وكتقول موسيسا كتقول لا هاتش غير كدوب راتش ما كين شو الأكثر من دارك ربما في شكل المسوف هذه الوصفات الطبيعية اللي كتنتاشر بشكل كبير اللي كتربما كتسيب لالسيدات ولا كتجميل مواد دي التجميل فهدي يعني نبغي ونكون تنبيه المدى مستقية ديالها وهي كتحيلك على مواقع أخرى يعني ممكن أنك تبرك على الرابط كيعد كمواقع الموقع اللي كيحيل على هذه المواد تجميلية لمرحب طبس هادوك كنمشوف إطار الإشهار هادوك إطار الإشهار والإشهار هو أول استعمال مادي لهذه الشبكات الاجتماعية كيقولوا لحتيو أن الشبكات الاجتماعية فابور من نسبة الحين المستعليكين ما كان نخلصوش باش ندخلو لذلك الشبكات الاجتماعية علاش محيث البروديو رحناه هما البروديو البروديو هما احنا اللي كمشوف في فيسبوك علاش لأن الإشهار باش يدلك الإشهار باش تلك الإشهار مثلا تجميل كيجي علاش كيطلع عغرا للعيالات علاش بحيث فيسبوك كتقول لدك لامارك تلتجميل كتقول لها أنا الدعاية ديالك غدي نديرها غدي نوريها للنساء اللي مثلا عندهم بين 25 و 35 عام وكيبغيو دك شي لتجميل لأن الخوارزمية ديال المواقع الاجتماعية كيعرفوك شنو كتبغي شح الف عمرك كيعرفوك اللي سيتلي كتفتاح الاهتمامات ديالك الاهتمامات ديالك شي كل شي كيعرفو عليك دك الفابور ميشي وعد كينا يعني مسألة تطرح وش كي تصنطو الهدرة اللي كنقلوها مثلا في الهاتف باش يعرفو الاهتمامات ديالك مثلا شي مرة كتكون كتفكر أنك أولا هدرتي على السفر كتجي كتلقى فلاب باش ديالك في الفيسبوك اقتراحات ديال السفر لا ما كتصنطوش عليك في التليفون ما كالله يحفظ حتى أولي واتصنطو علينا حتى في التليفون لا كي مثلا إلا كنتي غادي تصفري واحد ساعة كتدخلي أمام البوكينج ولا تخيب أدفايزور ولا غادي تدخلي شي سيد ديال السفر ولا يمكن غادي تدخلي مشي لسيد ديال السفر غادي تدخلي تدخلي لسيد كتتقليب علي لينك خمس وليغ مثلا ولا غادي تدخلي لسيد ديال اللي كيبيعو التأشيرات ديال الطيارة غادي تدخلي لشي حاجة اللي عنده علاقة بالسفر هو شافك مشيتي لدك لسيد فشافك الخواريزمية دياله كتسمى تخاكينج نوك مشاو تباك وعرفك في مشيتي وش كي يدير انتين ميك تعاود تحلي انتغنات كتجبر لإشهار ديال السفر ولا ديال تجميل ولا ديال لان كي تبعك بحل كي سيدو تخاكينج ديال كوكيز ديال كوكيز ديال كوكيز ديال كوكيز ديال كدخل شي سيد لأول مرة كي خورج لك واحد لغاية يغتسمه لفوق كي خورج لك هادلو سيد فيه ديال كوكيز حنا كنديرو أوكي باش كنحيدو داك ما كسبقاش خرج لانتك الكريتور مديك أوكي را كتسمح له انه يعرفك جيت لسيد دياله وانه مني غا تخرج من داك سيد يمكنه يتبعك في لنافيغازيون ديالك لنافيغازيون هي انه كسبش مستل سيد كتدخل موقع اجتماعي قاعدك شي يكدير في انترنت كتبعك فيه وكي عارفك شك تدير وشنو بغيتي وشنو بغيتي تدير بهالطريقة كيجي وكيخرج واحد اشهر اللي كتقول او كيف عارفني وورا عارفك محيت نتي مشيتيلو وقلتيلو ان كلك تتبعني دو كتشي كل شي خس الجمهوري يعرف ان هاد شي كله راحنا عادينهم لإذن باش كي عارفونا شك نديرو وش حال في عمرنا دوني قدخل فيسبوك تتقييد قدرش حال في عمرك واش انت مره وراجل مره قدرصورك تصور ولادك وكي عارفونا عندك متلا جوجو ولاد ودبع زي دون دبع فيسبوك شرات انستاغرام ودر واحد لوجيسيال در روكونيسانس اتخذيغ الفوتو زي قبل كانوا كيخدمو بالموكلة هاد تكتبي متلا شي صحبتك في ميسنجر هاد تقول سوف نسافر سامنا جاية سوف ندرد بلدك الاشهار دابا سوف ندرغي تصويرا مثلا تصويرا ديالك مصافرة سوف يعرف العرقونيسانس سوف يشوف البحر موراك سوف يشوف كنتي لابسا شاو شابو غادي عرف كنتي مصافرة سوف أتبغي صفر وان بلس الناس ينخلون كيصوروا ويصوروا ويصوروا ويخطوا الهن أنا مثلا في مراكش أو لهذا كي أعرف كي تريد مراكش إذن ستويت إذن نحن كي سحب نرى ذلك شي وما كي يدفين لا هذا شي إذن نحن كنا أعطون الأخبار دي لنا مضيغ يعني البرنامج دي الحياتي الآن كيتعرض لواحد الإشغار مفبرك دي المواد دي التخصيص كنبغون نبهو المشاهدين لهذا المسألة وأن البرنامج هو ما كيروش لهذا المنتوج ونبقو كذلك كيف ما ذكرت ياسمينا كنحطوا تصورنا كنحطوا الوجهات اللي كنمشيوا لها الاهتمامات دينا واش ولينا كنعيشوا في هذا العالم الافتراضي اليوم هو أول خطوة في الافتتاح دي الحساب في الفيسبوك تطلب منك البيانات كاملة ديالك وإلا ما عطيتش البيانات يذكيرك بها بأنك ما عمرتش البيانات ديالك في كل حساب هذا اختياري تنظن بأنه في المجتمع المعاصر اللي تنعيشوا فيه المساحة ديال الحياة الشخصية تتقلص يوما بعد يوم ونوعا ما طواعية تنعطيه بيانتنا طواعية ندخلنا في هذا النظام هذا لواحد النظام اللي ما تنظنش على أنه غد يرجع باللور بل بالعكس هذه المساحة الشخصية أو ما يسمى بالمعلومة الشخصية يوما بعد يوم غادي تولي عموميا لأنه هذا هو التوجه اللي تنعيشوا فيه اللي تنعيشوا فيه الآن ولهذا بالموازات مع هذا الانفتاح والتقلص ديال المساحة الشخصية لازم على أننا نطور المسؤولية والمسؤولية الذاتية ديالكل فرد على أنه شنو هو السلوك الرقمي اللي تقدم عليه شنو هما الممارسات الرقمية اللي تقدم عليهم شنو ما المعلومات اللي تقعطي على شخصه على عائلته على ولدته على المجتمع دياله لالآراء دياله شنو تيروج كأفكار هنا هذا الاحساس بالمسؤولية هو اللي تنظن من شأنه على أنه يكون واقي معين منعة معينة ضد الممارسات اللي يمكن يكون فيها اللي يمكن يكون فيها جريح يمكن يكون فيها عنف يمكن يكون فيها العديد من الأشياء السلبية ولهذا أنا تنظن بأنه ما يمكنش يكون واحد الرجوع الوراء يعني الواحد الزمن اللي ما كانش فيه مواقع التواصول أو لا ما كانش فيه المألومة متاحة بل بالعكس هنا احنا مطالبين على أننا يكون واحد أقلم سريع ولكن ما غيريش يمكنه يكون مبين عشية وضحاها ما غيري يمكنه يكون إلا بمجهودات دي التربية من السنوات الأولى دي الطفل على أنه نحسوه بشنه هو العالم الافتراضي نحسوه بشنه هو الممارسات الإيجابية نحسوه بكيفاش نوعا ما يوصل الواحد الاستقلالية مني يوصل الواحد الاستقلالية راه ديك ساعة ممكن نخليه على أنه يكون يكون في الجبهة الأولى مع هذه المواقع بوحده لأنه عنده واحد الحسنقديه عنده واحد المحور دي القيم اللي يخليه على أنه يسائل الأشياء يخليه على أنه يترح مجموعة من الأسئلة اللي منشأنه على أنه هو بذاته يدافع على رأسه أو لا يبتعد على واحد السلوك معين لأنه مواقع التواصل شنه اللي برزوه نوعا ما برزوه على أنه ما كنينش غير أفراد معينين أو حفنة من الأفراد اللي كتبغي تعرض رأسه بل هذا بعد إنساني البعد النفسي ديال تنبغي نشوف رأسه تنبغي نشوف شحال ديال ناس أجبتهم الصورة ديالي تنبغي نشوف شحال ديال ناس أجبهم العمل ديالي إلا طرحته واحد المقطع فيديو أو لا واحد المقال معين أو لا إنتاج فكري معين أو لا كيف مكان أنا تنتظر واحد الاعتراف معين غير هذا الاعتراف يجب أن يكون موازي موازي لذلك العمل اللي درت أو لا موازي لذلك الشيء اللي عرضت واللي كانت سنناه من موراه واحد الاعتراف أو لواحد تقدير أو لواحد أو لنقد معين هنا أحنا ما كان واحد البعد إنساني اللي يظهر في التواصل وأنه ماشي ماشي يسريش عند واحد الحفنة من الناس بل أنه لأي إنسان تيأجبه عنده واحد البعد ديالي يعرض رأسه وعلى أنه نوع من نرجسية اللي تقدر تكون صحية إلا زادت عن حدها لكن واحد تردد لكن واحد انتظار مرة ما كتكونش صحيحة يعني كتكون صور ما عندت علاقة بالواقع وضيغ كانت واحد المجموعة من صور ساخرة على الفيسبوك شخص كيصور رأسه في مكان وورا في مكان ماشي هو هذك المكان بس صح واش غيباش للفرجة يعني ولت هذه الصور تعرض فقط للفرجة ذكرتينه استدادة به مثلا بالممارسة مثلا ديالسيلفي مثلا وتيبا في شاشة على أنه الجمعية الأمريكية العين من النفس تقولك على أنه إلا إحنا في حضور واحد شخص تيدير ثلاثة ديالسيلفي فما فوق يوميا فهنا على حفة المرض النفسي كلنا مرضى نفسيين على هذا تنظن بأنه إذا كان واحد تردد ديال هذه الممارسة إذا كانت واحد الحدة ديال هذه الممارسة وعلى أنه إلا ما ذرتهاش إلا ما ذرتش هذه الممارسة تكون واحد الإحساس بالحزن أو بالإحباط أو لا هنا نحن في واحد الطيراب نفسي معين اللي يمكن نحيله على الكاتيجوري ديال الشخصية النرجسية ولكن تنظن بأنه خصنا أولا نعلموا هالولدات هذو هالناس هذو ما هما الممارسة الجيدة باش نقدروا نتفادوا الممارسة المضطردة ستوقفوا لحظات مع فاصل إعلاني ونرجعوا نكمل برنامج مشاهدين الكرام كانت تحدثوا اليوم على أدرار مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأفراد والمجتمع وكنا كانت تكلموا أستاذ يسمينا على الآليات الدبل التي فيسبوك تطور والمواقع التواصل الاجتماعي تطور يوميا وكتجعلنا نستغنو عليها بحال مثلا هذه الآليات الإشعارات التي تظهر كلما جاءت شي حاجة جديدة يجينا واحد الصوت ولا واحد الميساج باش تخلينا بسرعة نشوفوها كيف نقدرون تحكموا فرصنا في هذه الحالة أساس هذه المواقع الاجتماعية هي أنك لا تتخرج من عندهم تبقى دائما عندهم إذن داروا بعض المسائل اللي كيجعلك كتبغي تدخلهم وتبقى فيهم أولا أنني كتنشر شي حاجة وكيجيك واحد اللايك كتفرح ها ذاك شي اللي قلت رانا قلش حاجة انتغيسان كتعني بزاف ذاك اللايك وذاك اللي كي يعني بزاف وكي أدي بعد الشباب ولحتال الكبار كي أديهم الإدمان كندخلوها في إطار الإدمان للشبكات الاجتماعية علاج بحالة كتكون غالس وشي حتى يبقى يشكر فيك بلس ما يشكر فيك يدلق ذاك اللايك انتا كتولي كيعجبك ذاك اللايك كتبقى غادي معه شحل ما طلعوا لك اللايك شحل ما كتكون فرحان نوتيفكاسيون كتكون مثلا جستما إلا طلع لك واحد اللايك كتجيك واحد نوتيفكاسيون ولا شي حتكتب لك في ذاك اللايك قتلع لك نوتيفكاسيون رفلان قال شي حاجة شو ليني كنديرو وليني يا الله كتجين لديك تيت تيت كتقبض تريفون كتشوف شو قع شكاين شنو قع لك في ذاك اللايك أو في ذاك الكومنتر التعليق الليدرتي كتقولي كتشوف علاش ما هو المشكل؟ إذا طلعت نوتيف و لم أرى شيء يقع ولكن بما أنه تخلوف الميكانيكية ديال الدماغ اللي هي كنت سمارة ساتيسفاكشون أنك تفرح مني تشوف شي نوتيفكاشون طلعت لك ولهذا كيلعبوا على مثلا كان هنا واحد الهورمون ديال المتعة اللي اسميته الدوبامين منين كان يجيك واحد اللايك ولا كتشوف شي خبر كيعجبك ولا كتشوف شي تقلب عند صاحبك والأختك ولا هذا كتشوف شي خبر زوين كتلع لك ذلك الدوبامين وكتولي كتولي ذلك الدوبامين كتبغي يكون المرة يعاودي يطلع لك مشي بطريقة مشي علانية ما هاتشي عندنا في الهورمونات وفي المنطال ديالنا ولكن كتولي كتتقلب على ذلك شي دونك عليها كتبغي كتشوف نوتيفكاشون شنو فيها كتبغي اللايك كتبغي تدير تصورك تنشر تصورك ما بحلي قولنا خصنا نحداو من هاتشي ون نكون دخولي ورأسنا نبركو على رأسنا النوتيفكاشون جات ديزاكتيفوها ويمكننا ندزاكتيفو النوتيفكاشون هاتشي حاجة ممكنة يمكنك تقول ما بغيتش نوتيفكاشون طلالي بحل متلا في واتزاب صافتك شي حد شي ميساج مشي ضروري تشوفو ديك اللحظة ديزاكتيفو النوتيفكاشون أكتري حنا في المغرب واتزاب عنا شهور بززاف عنا ليغروب كتكون داخل في عشرة الليغروب ونهار كامل وتكتعلكي نوتيفكاشون وشي مراتشي حواج اللي مثلاك ما كيعنيوناش ولكن كان مشيو كمام كان شوفو شنو طاري شنو واقع حيضو لي نوتيفكاشون حيضو فيسبوك حيضوهم فعذا وبدأ انتا باش انتا كتولي انتا اللي بغيت مشي تشوف شنو كاين مشي هو كي يجي كي يدق عليك يقلب عليك إذن يعني بالضبط هذا هو يقدر يكون الحل إذن كينا مضيع الوقت وفي أشياء ما عندها ربما حتى شي فائدة كين كذلك العدوانية اللي تذكرت عليها وكين أشياء أخرى تقدر تكون أنها تضرر بالأشخاص اللي كينشروا معلومات شخصية وبالأصدقاء ديالهم وبالسمعة ديالهم كذلك أكيد أكيد كين أضرر أخرى ولكن اللي تهمنا على أنه ماذا يقع في الجارة الأخرى لأنها شي موجه وموجه موجه من طرف من طرف أشخاص أو مؤسسات معينة اللي تستغل هذا شي لأنه لأنه الكليك مرة أخرى ديك النقرة النقرة هي مديرة للربح في أي كليك فهناك هذا المدير ديال هذا الموقع اللي تتلقى واحدة الإرادات معينة واللي تختلف القيمة ديال هذا الكليك من بعض سنتيمات ديال الدرهم الوحيد إذا كان الكليك في المغرب إلى مثلا تقدر توصلت الان دولار إذا كان الكليك ديال مغاربتنا بالخارج إذا كانوا تتواجدوا في أمريكا أو لا تتواجدوا في أوروبا يمكن توصلت لسة درهم وخمسين الكليك واحد ولهذا هنا هناك واحد تجري ومرى واحد الربح معين وتتناساه على أنه المهم هو المضمون المهم هو لك هذه المعلومة أو لك العمل اللي غادي تعطيه واذا هذا العمل المفاد دياله هو الارتقاء أو لتربية أو لا إعطاء خبر أو لا تنديد تتناساه هذه الأشياء تيمشي مع الشكل الشكل اللي هو اللي غادي يعطينا اللي غادي يعطينا الربح المادي ولهذا تنظن بأنه لابد تكون واحد الحسن بالمسؤولية في أي كليك لأنه أي كليك عنده واحد الآتار معينة عنده واحد الآتار معينة على شخصنا على الوساط اللي تنعيشوا فيها المؤسسات اللي تنتميوا لها ولهذا الآتار لا تحبش لا تحبش فقط في غادي يصفطوا لي بعد الإشهارات ولا غادي يصفطوا لي بعض العروض أو لتسويق منتوجات معينة الآتار ممكن يمتدلوا لأنه توليوا معلومات منشورة ومحطوطة لأول من طالب بها في النت سيلقى المعلومات الشخصية لأنه الواقع الحقيقة المغيبة في النقاش هو على أنه أي معلومة طرحت في الأنترنت فهي خالدة في الأنترنت وخاة تمسح المعلومات وخاة تجيب واحد للمكتب معين لمتخصص في محول المعلومات الرقمية لابد ستبقى واحد الإشارة معينة واحد الوصمة معينة هذه المعلومات في الأنترنت وإنها والضمير سيستغل استغلال مزيان أو لا سيستغل استغلال لأنه يضرب الشخص من المعلومات ولهذا تنظن بأنه قد ما قدرنا نحافظ على معلوماتنا الشخصية على حياتنا الشخصية هذا أمر من شأنه على أنه يعطينا واحد المناء معينة قد ما طرحنا ودخلنا في المنظومة الفرجوية على أنه شخصي وحياتي وأسرتي كل شي موضوع للفرجوية موضوع للشهرة موضوع لأنه يدير لي بلايكات ويدير لي بتشاركات ويجيب لي الفرجوية أكثر فأكثر فتنظن بأنه كان واحد تمان معين واللي هو التمان للتدير حياتك في يد واحد الناس اللي هو موضوع منهم إلا كان استعمال إلا كان هذا الشخص اللي مورا هذا الشاشة هذا الهاتف أو هذا الحاسوب عنده تربية معينة عنده قيم معينة عنده حيث نقدي عنده مشروع مجتمعي لأنه تحت من هذا النقاش هذا كان المسؤولية المسؤلة دي العقد الاجتماعي شنو هو العقد الاجتماعي اللي تيربطنا واش متفقين على نفس القواعد أو لم متفقين على نفس القواعد العالم الافتراضي عودت راحت سؤال هذا دي على أنه ما يظهرنا لا على أنه رحنا متفقين عليه في العالم الاجتماعي تكتشفو بأنه لا ما متفقين عليه راحترام دي الحياة تخصية ما شكل تأمن به وعد مسألة يعني باش ما نكون نعتبر رأس نضحايا فكي يكون شخص اللي يوضع هذيك الصور هو عنده دوافع دي التفاخر للدعاء الكاذب من خلال الترويج لهذيك الأخبار اللي يوضعها هذيك يكون هو مسؤول بنفس صحيح هنا أستاذ هنا أعرض من الأعراض لبعض الترابات النفسية لأنه هذه المسألة الاختلاق أشياء اللي من شأنها على أنه تميزني أو تعطيني واحد صورة إيجابية في المجتمع طبيعة لأننا نقبلوه من عند الطفل إلى حدود واحد سن معين في إطار بناء الشخصية دياله أو على أنه تتخلط له ما هو فانتازم مع ما هو واقع يعني هذك التخيلات دياله هذك الشهوات دياله الطفل اللي تيقول لك أنا أنا إطفائي كبير أو اللي تيقول لك أنا سوبر بوليسي أو اللي تيقول لك هذا الأمر مهم بالنسبة الطفل بشيبني شخصيته ولكن نتلقاه عند رجل بالغ أو مرأة بالغة عنده مكانة مجتمعية مؤينة وتيمشي تدير نوع ديال الفبركة بشي يعطي واحد صورة معينة على شخصه أو على واقعه لتختلف كثيرا على الواقع المادي الحقيقي هنا هنا نحن في إطار الطرابات النفسية ماشي في إطار ممارسة عابرة سيئة لا هنا هذا عرض من الأعراض التي تنظن بأنه فيسبوك أيضا ممكن أخذ عليه العديد من الأشياء ولكن من الحويجات الأخيرة التي اقترحها على أنه مثلا الأشخاص اللي عرضا للانتحار اللي كانوا عندهم مجموعة من تدوينات اللي عندها واحد النبرة حزينة اللي عندها واحد النبرة دي العزلة تيدخل معهم في التواصل الإدارة دي الفيسبوك تدخل معهم في التواصل وتتحاول تعرف عليهم أكثر وتنبهم أو لا على الأقل تعطيهم إرشادات على فين يمكن لهم يتوجهوا أو فين يمكن لهم يشوفوا الحالة ديالهم النفسية تنظن بأنه يجب أن نفرق ما هو مردي وما هو سلوك مجتمعي استهلاكي نختمه معك ياسمينا بعجالة يعني ننبه المشاهدين أن هذه المواقع ربما حرفت عن الهدف الأساسي ديالها وأنهم ينتبهوا لها وطريقة استعمالها خصوم بالفعل ينتبهوا لها يستعملوها كيف كانت متصورة في الأول ستجعل موقع التواصل اجتماعي كتبادل بعض الأخبار خصوص كل شي يدير البروفيل دياله كان واحد الابسيون كتسكوشا بريف هو بغدفو كيكون public كتدخل في البرامتر وكتديرو بريف كيشوفو غير أصدقاء ديالك هم اللي كيشوفو دكشي وحتى مثلا الأليات اللي كيكونو كيديرو اللي كنسميو لعفاية في انترنت ما عندهمش الحق يدخلو البروفيل بريف دوك دك الأخبار ديالك ما عندهمش الحق أنهم ياخدوهم خليوا على استعمال الإشهار ولكن ما يمكنش أي واحد يجي وياخد لكم داك الأخبار ديالكم وحتى داك شي اللي بغيت يديرو تصوركم اللي بغيت يتبرتاجو مع أصدقائكم كيبقى غير بيناتكم هدي مشي كل شي كيعرف المسألة أنك يمكنك تتوز البروفيل ديالك مود هذا مهم وحاجة لمهمة المراقبة خاصة الأطفال والمراهقين شكرا لك ياسمينة بالحسن الموديل عام لشركة مايا رقمية وخبيرة في الرقمية شكرا لك الأستاذ ريدام حسني شكرا لك نفسي مشاهدينا نبقى مواصلين في تأثير فيسبوك على الشباب بعد هذا الفصل أرجو أن تبقوا معنا فقرة الثانية سنتحدث عن أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب فالكثير من الدراسات تطرقت لأثر استخدام فيسبوك على الشباب وشخصياتهم وتحصيلهم الدراسي وتواصلهم مع الآخرين ومعي في هذه الفقرة الأستاذ كريم شرقي محسين كوتش ومستشار أسري في تنمية مهارة التواصل والعلاقة لعنما مرحبا مرحبا إذن لأكيد كثير من الدراسات تطرقت لتأثير الفيسبوك على الشباب نبغي في الفاد السؤال الأول تأثيره على تحصيل الدراسي للشباب طيب شكرا لله أولا على الدعو الكريمة في البداية لابد أن نتكلم على واحد القاعدة عامة أنه أي شكل من الأشكال التكنولوجيات الحديثة أو المظاهر التي تتغزو المجتمع للأطار أو لواحد رد الفعل عادي طبيعي من المجتمع إما بالقابول أو بعدم القابول أو بالتردود أو بالشيء من هذا القابل وبالتالي فهذا الأطار تتبني طبعا على تراكمة وعلى معرفة وعلى أطار بهذا الواقع فمن لي جاء الفيسبوك حقيقة خلف كذلك هو نفس الشيء خلف مجموعة من ردود الأفعال مختلفة بل أنه خلق واحد الفجوة تم بيل الأجيال يعني كيفاش أن الجيل الجديد تتمتع بواحد الحضوات تعمل معه بواحد طريقة مرينة طريقة سليسة والأجيال القديمة نوعا ما والأباء دينا وإلى آخر فما كانش في الوقت ديالهم فلهذا كيفاش الاندماج وبالتالي كيفاش ربط هذه العلاقات فيما بينها فأكيد على أنهم لتجي واحد الحاجة جديدة يكون عنده واحد المحصلات واحد الأطار كيفما كان قبل التلفاز كيفما كان من المصباح الكهرباك فهن بزاف هذه الأشياء اللي جات ولكن طبيعة العامة هو أنه لا بد من قابل هذه الأشياء فأخصنا نديره في بالنا على أنه لا بد من قابل هذه الأشياء ولا بد من التعامل معه طبعا طريقة التعامل يمكن نتكلم فيها فيما بعد ولكن ضروري أننا نواكب وأننا نكون على علم وعلى دراية هذه الأشياء الآثار لا بد غدا يكون هذا شيء هذا شيء ما فيه شك فمليسا نتكلم على تحصيل الدراسة على الشباب أولا وعلى الطفولة أو الطفولة نسبيا المتقدمة شوية فهي فيه الأكثر استهلاك لهذا المجال فأوتوماتيك مو أن الأثار سيكون عليها أكثر إلى خصصنا التحصيل الدراسة بناء السؤال فهذا موضوع مهم بزاف لأن التحصيل الدراسة سنقصده به وهذه المرحلة الأساسية التي من خلال الأبناء والشباب يمكنهم يصلوا لمستقبل إذا كان هناك عطارات معينة فلابد لها أسباب مع الأسف ظهر الفيسبوك كأحد هذه الأسباب هذا من خلال دراسات علمية علش يمكن نحلوه بشكل بسيط جدا وبشكل مارين على أنه الدراسة أو تحصيل الدراسة عموما تحتاج المجموعة من المقومة أولا المعرفة يعني كل ما يتعلق بالبيانات بالمعلومات وإلى خير فإحنا انتقلنا من المعرفة طبيعية الأكاديمية الرسمية اللي كان في المدراسة وعند الأستاذ وإلى خير إلى معرفة افتراضية دينا تنمحتوا على معلومات اللي متعلقة بالتحصيل دينا واللي كان بشكل افتراضي هنا تتطرح السؤال ماذا يعني الواقعية دي هذه المعلومات وماذا يعني الصلاحية دينا وماذا الإمكان دي اللي تتوضيب الشكل الثاني هو أننا نحتاجه بالتحصيل الدراسي أكتر ما يمكن إلى عمليات استباقية من خلال التركيز من خلال يعني استهداف الأهداف اللي بغي نديروه من خلال هذك النوع الترابطات والعلاقات اللي تتأهل لكي أن ندخلوا الامتحان في واحدة صيفة اللي تسمحنا عنده علاقة كذلك بالتغذية بالنوم إذن هنا الفيسبوك هو اللي بيين هذ الأطار هذه أنه الإدمان عليه وعدم الاستعمال ديره بواحد شكل واقعي فهو خلى أن مجموعة عمد الشباب على أنهم يتضروا من خلال هذ الأشياء اللي يمكن نفصلوا فيما فيما إذن هو ما ننكروش كيف مشرتي ربما الأهمية ديال هذ المواقع كين شباب اللي كيستعملوها في تحصيل دراسي بشكل عقلاني وبشكل إيجابي بالعكس كيستغلوا التكنولوجيا إيجابيا ولكن كين شباب أخرين يعني بعض دراسات في الولايات المتحدة وفي فرنسا أثبتت أن الشباب اللي كيضيعوا وقت كتير على الفيسبوك كانت عندهم نقطة دراسية أقل من اللي ما كيشوفوش الفيسبوك إذن الأكيد في سوء استعماله كيكون عنده مضرة وتأثير سلبي على التحصيل طبعا كيف قلت بأنه لا بدام الإيجابيات دياله والسلبيات والفارق بين الإيجابيات والسلبيات هو طريقة الاستعمال فالطريقة ديال الاستعمال والطريقة ديال التوظيف ديال أي شيء كيف ما كان في الحياة ديالنا وطبعا الفيسبوك مدامت أن تكلموا عليه هو في طريقة الاستعمال وفي طريقة التوظيف أول شيء كيف تتفضلتي الأستاذ الكريمة مرتبط بتدبير الزمن ما يمكن شي حاجة أنا تنشوف في الطبيعة العلاقات الاجتماعية بصفة عمو ولا في الصيرورة ديال الحياة ديالنا اليومية ما يمكن شي حاجة من هذه الأشياء اللي ممكن لاتخذنا التولوتين ديال الوقت ديالنا والدرسات التي تكلمت على تتأكد على أنه هذ الناس اللي داروا هذا الإدمان بوحد الطريقة اللي هي هي اللي وصلتهم لهذه النتيجة فبالتالي العامل الزمني أساسي جدا فاليوم ديالي كله عندي 24 ساعة فيه واحد نسبة هامة ديالنا وديال الراحة وديال الاسترخاء ووحد نسبة ديال الدراسة والتحصيل ووحد نسبة ديال بناء العلاقة الاجتماعية ووحد نسبة أخرى ديال تلبيات الاحتياجات الشخصية ديال كل واحد فمن لماذا يكونش هذا التوازن تؤدي بناء للطرابات وهذه الطرابات الآن والتي تتبان في أمراض نفسية وفي أمراض اللي هي اجتماعية كثيرة بزف والسبب ديالها هو هذ الوسائط الاجتماعية فلهذا الآن أمام أمام واحد المعطاء اللي هو كين عنده الإيجابيات دياله والتي ما يمكنش طبعا ننكرها والتي هي أساسية بزف فتحنا أفق كثيرا التواصل المعرفة الترويج للدات الترويج للمؤسسات تحسين الصور ديالنا هذا مهم بزف لأننا نحن تنسوق الصور ديالنا وتنسوق العمل ديالنا وتنسوق الطبيعة للعلاقات ديالنا وحتى بعض أحيان تنعبره على الأحاسيس ديالنا وعلى التعابير ديالنا إذن بزف ديال الأشياء إذن هذا نمى هذا الدكاء الداخلي ديالنا وخلى أن الصرورة ديال العلاقات الاجتماعية ديالنا مع الأسف هي علاقات افتراضية ولكن اللي يدكي وتيربطها بوحد شكل إيجابي رأي ممكن لها تنعكس على العلاقات إيجابية دياله لأنه العلاقة الفتراضية تسبقها افتراضية ولكن العلاقة المباشرة عندها الطقس دياله ولكن بإمكانه اللي ما تيقدرش على التواصل بزف تتواصل في الفيسبوك ولكن إلا تواصلت في الفيسبوك ما تكون إلا هي طريقة باش تخلينا نتواصل بشكل مباشر ماشي نتواصل في الفيسبوك وتكون عندي أزلة اجتماعية في الحياة ديالي أو الآن ما أصبح يسمى بالخجل الاجتماعي أو بالخجل المراضي هذه أمراض ظهرات يمكن هي أمراض قديمة ولكن تفشت الآن بسبب وجود الفيسبوك أن الإنسان يتقين التواصل في الفيسبوك ولكن في العلاقات الحياة ولكن في التواصل الاجتماعي ستتلقى يتكلم بأريحيات يتكلم بإلغة إذن هذا التوازن مهم بزاف يكون هو الذي يمكن له إذن مدام الإيجابيات كاينة لا بدون ما تكون سلبيات السلبيات أرها معروفة وتنتدولها دائما أن الإنسان خصوه يكون العامل الزمن الأساسي لأنه دائما تطرح واحد السؤال هذا سؤال الإنسان يطرحه على رأسه والجواب دياله كافيل على أنه يبين مدى على قديره الفيسبوك شنو الهدف اللي تخليني يمشي للفيسبوك إلا كان عندي هدف راني ناجح داخل نتواصل داخل نتكلم داخل نقلب على شيء عاجل كي شي واحد وهذه إحصائيات في دراسة اللي احنا قمنا بها والحمد لله في المغرب شباب مغربي اللي كتر من تولوتين ديالناس يقولك أنا مع عرشة ندخل وتنفتح وذك شي لجاب الله واش غدين تواصل واش غدين تكلم واشي واحدة يصفت لي واشغنقلب تتلقى كان هنا ونقزل هنا ومشيل هنا وإلى غير هنا الإشكال يطرح إلا كان عندك هدف معين داخله بتوقيت زمني معين فانت رك استفتي من المعالم ديال هذه المهارات أو هذه التكنولوجيات الحديثة بشكل إيجابي إلا كنت فقط تتفتح ومع عندك شتا عامل زمل الإنسان غين عسفتناش ديال الليل فاش يضرب الفقد فراسو تلقى الجوش تتصبح كيفاش ولكن شنو قدمتي وشنو درتي ما كين تشعجي بأساسية إذا تبدير الوقت مهم ما كيناش إحصائيات في المغرب ولكن بعد دراسة فرنسا تشير إلى أن الشباب يقضي ساعتين في اليوم على موقع الفيسبوك واللي كتعطي لجمعتها في الأسبوع كتعطي 14 ساعة في الأسبوع يعني يكون من واحد الساعة طويلة كتضيع من الوقت إذن نعطيه للشباب طريقة المطلة بش يتعامل مع هات التواصل بعقلانية طيب هات ساعتين رأى كثيرة بزف وهذا رغي متوسط اللي يمكن نقوله المتوسط الحسابي يعني رأى كين وحد آخر تقدر ما تكونش متواصلة يعني هنا ما كان أدروش على ساعتين متواصلة ولكن يكون على يقين كينين وحدة أخرى التي تدرها 8 و 10 ساعة وكين وحدة التي تدرها 10 دقائق فهذا الإحصائية تتعني المتوسط وهذا ونخدوحنا غير المتوسط اللي تفضلتها بالديكر ديالو رأى كثير بزف لأن ساعتين من الحساب اليومي من الشغالات اليومية من الارتباطات اليومية من العلاقات اليومية ووحد الشكل اللي هو كبير بزف خصنا إعادة النظار فيه كاملين نحن هذه الرسالة لنوجهها رأسنا والجامع ولكن نحن كاختصاصيا يمكن نبهو الأخطار ديالها النعكاسات طبعا هو النعكاسة على العلاقات الاجتماعية المباشرة لأن اليوم أصبح يتداول في الفيسبوك أشياء اللي هي ما عندها علاقة بالفيسبوك يعني الفيسبوك أصبعا ما جابهاش فمثل الآن بزف ديال الحالات اللي احنا تنترجو على الحب في الفيسبوك على العلاقات الزواجية في الفيسبوك الأشياء اللي من المفروض هي من القيم الإنسانية النبيلة اللي هي مرتبطة بتدبير العلاقات تدبير الأحاسيس يعني أشياء اللي هي مرتبطة بالسلوك اليومي القوي يعني أنا لا أتصور مثلا مثلا نحن في تفتف الدين ديالنا الأعياد الأعياد عندها واحد طقوس سامية راح تللي ما تيقدرش على أنه يطلق مع الناس ويتكلم معهم ففي الأعياد تتكون فرصة فأصبحت الأعياد كذلك تقاس بالفيسبوك فلهذا أنا نشوف بأنه تابعات هي واحدة تابعات اللي ما حسنش تدبير ديالها تتكون وخيمة عليه لا في تدبير الزمن ولا في بناء العلاقات ولا في الربط ديال المسؤولية لأن في بعض الأحيان ما تكونش مسؤولين على شون تنكتبو وما تكونش مسؤولين على شون تنروجو وما تكونش مسؤولين على الأشياء التي تنتقبلوها لأن في لحظة من لحظات إما ضعف أو استهزاء أو ضحك أو نشاط أو يعني عدم مجارة لواقع يمكننا نكتبوه أشياء اللي فيها إساءة ذات ديالنا وفيها إساءة الآخرين وما على الأسف أن الفيسبوك دائما يوطق ويحتفظوا بالتوقيت بهذا التوطيق فلهذا ما تكونش بإمكاننا على أن هذا الأمور اللي تمت في وقت معين تكون في وقت أخذ ونطقي مثال بسيط فمثلا تتلقى مجموعة من الناس المشهوري الآن اللي يتأسف على واحد الموقع أو واحد الموقف داروه في وقت معين فهو داروه بحكم الطبيعة العادية ولكن ما تصعرفش غدا الأشياء اللي يمكن لها أنها تكون فلهذا يمكن هذا المؤشر مزيد أنا إنسان يدير رأسه غدا يمكن يكون طبيعي يمكن يكون مسؤول في واحد المجتمع يمكن يكون وزير يكون واحدة شخصية فالأشياء اللي تعبر عليها هي يمكن تكون تسيئل في واحد الوقت وخاية مرتبطة بزامن معين ولكن رأيكم عارفين الفيسبوك هو واحد الجهة التدولية وكين واحد الناس اللي عنده منواية سيئات يستغلوها في وقت من الأوقات الواحد التدابير اللي مشي إيجابي هذا كيجعلنا يعني نوقف ووقفها قبل من أي خبر ولا أي معلومة نحطوها في مواقع التواصل الشيماعي وخصوصا الشباب وشي نصيحة لهم باش ما يتسرعوا وشي يفكرون زيان قبل نشرعي طبعا أول حاجة خصنا نتعامل مع الفيسبوك كأنه واحد لمحطة دي التواصل وكأنه واحد لعالم كبير وفي نفس الوقت هو علام صغير كبير في المرأة دينا وفي التصرف دينا وفي الإحاطيات دينا ولكن صغير على أنه الأشياء اللي ممكن لينكتب أو نعبر عليها في لحظة من اللحظة تقدر تكون مؤثرة على الذات دينا وعلى الشخصية دينا وعلى السلوك دينا وما ننسوش على أنه مليتن دي الواحد لإيساءة معين فما ترجعش لأطر عليها فقط ترجعش رتع على الأقربة ديالي وعلى المسؤولين ديالي وعلى جميع الفئات اللي قريبة الفيسبوك النصيحة ديالي هو أن أعتبره واحد لما كان ديال تقدير الدات واحد لما كان ديال التواصل الإيجابي واحد لما كان ديال الاستفادة من الأشياء اللي فيه ولكن ما ننسوش أن الحياة والتداولات اليومية هي من تعلم على أرض الواقع لأنه شتانى ما بين الافتراضي وما بين الممارسة العملية ركع لا بشي تغفل أنا دائما تركز على هذه النقطة إلا كنت تغفل مع الأسرة ديالك في يوم العيد وتتسلم وماشي وتطلق العائلة وإلى آخر ركع تزرع في الداخل ديالك الحب ديال العلاقات الاجتماعية والحب التي لا تقص بأي شكل تيب قلف تيراضي عبارة عن تأمولة تأمولة تمتلة تعفوا هذه التمتلات ليس بالضرور أن تكون محاطة بالواقع فبعض الحين تتكلم عليه واحد شخص بلما نشعر تحمل عليه واحد تمتل تتكلم عليه بواحد طريق هذا يبين عليه إنسان محترم في شكل دياله وغيكون مزياد في الليباس دياله تنعطي لها رأسي بعض الأشياء اللي هي ممكن ما تكونش حقيقية وإلى كل ما طوّرت كل ما طوّرت فهذه العلاقة كل ما هاتمتلات تزيد كل ما تيمشي إلى نوع البرفان التي يستعمل إلى طريقة الماشي إلى طريقة الكلام إلى طريقة إلى أخير ولكن الحياة الاجتماعية التداولية هذه نصيحة للشباب هي اللي تتعلمك الحياة هي اللي تتعلمك الهوية المعترف الأساسي ذي التداولات الاجتماعية هي اللي تتأهلك للمستقبل أنك تكون إنسان كيف ما تتتمنى وكيف ما المجتمع تتمنى إذن نصيحة نزيانة نختمو بها هذه الحلقة ما كنشغل العالم الافتراضي كيه العالم الحقيقي اللي خستنا نرجع له ونرجع الأرض الواقع وما ننكروش في هذه الحلقة أهمية الفيسبوك وتأثير وفاق التوغي نستعمله بشكل عقلاني شكرا لمتابعتكم من الحلقة باش تشوفوها من جديد ممكن من زيارة موقعنا على الانترنت media.tv.com إلى اللقاء اشتركوا في القناة